موسيقى أنا تحديدا في البيت نهاردة يوم اجازة لازم بزبط شوية حاجات كده في الجنينة فطبعا ما هتكلم معكم عن طبيعة الحياة وطبيعة الشعب الروس بيقول شكرا ازاي شكرا ازاي شكرا السلام عليكم عرب اخباركم عاملين ايه؟ طبعا في ناس كتيرة بيشغلها موضوع ان انا جاي روسيا هتعلم دراسة كشغل كحياة طبعا اول المسئوليات اللي انت لازم تكون عارفها طبعا اتكلمنا فيها كتير ومشا عايزة قرارة تاني اللي هو موضوع ان انت تتعلم اللغة ولكن النهاردة هتكلم معكم في حاجات ازاي هي هتكون البداية بتاعتك او ازاي المخاطر او الحاجات اللي هتقابلك عموما في روسيا طبعا كل اللي بيجي من الدول العربية يعني مش اردش مصر فقط جميع الدول العربية ازا كان دراسة ازا كان حياة ازا كان معرفة على واحدة روسية او زواج او عنده عيلة روسية ولكن ما جاش روسيا فطبعا في حاجات بتشدوا في روسيا حاجات هيلاقيها مختلفة جدا عن الدول العربية النهاردة بس يعني اول البداية عاوز اخليها بنزام للطلاب اللي هم عاوزين يجي دروسوا في روسيا ازاي ان انتوا تتصاحبوا على المدرسين بتاعكم ازاي تكونوا صداقة في روسيا ازاي يبقى عندكم علاقات في روسيا الامور دي كلها مهم عموما في الحياة ان انت يكون عندك اصدقاء وعندك معارف تحديدا من الدولة اللي انت داخل تكمل فيها حياتك بصوا شباب وبصوا يا بلد الناس اللي في روسيا عموما روسيا كلها المية خمسة واربعين مليون نسمة بيحبوا الهدايا هدايا قايمة لا مش لازم تكون هدايا قايمة ممكن يكون قلب للبنات سبع روج وردة حاجات اللي هي الخفيفة ديت الحاجات دي بتكسب بالصقة مع الشعب الروسي عندك امتحان وعارف ان العملية مسلا في الجامعة معاك صعبة شوية او مش فاهم المدرسة او اوس حاجة منها في كده حاول ان انت تجيب لها علبة شوكولاتة علبة شوكولاتة دي بيتكلفك متين روبل اللي هو تقريبا اربعين جنيه مصري هي حاجة تفهة فعلا ولكن الحاجة ديت بالنسبة للشعب الروسي كبيرة جدا بتخلص ليك كل امورك على فكرة انا في البيت فما عارش ان انا طلب لبس بيتي زي ما قلت شعب بيحب الهدايا بيحب الهدايا بطرقة كبيرة جدا ومش لازم تكون هدايا غالية فانت فعلا حاول تخلي ان الضحك على طول في وشك هما الشعب الروسي عندهم الضحك من غير سبب قلة ادب ولكن هما بيفرحوا جدا لما الشعب العربي او اي شخص اجنبي بيتحك في وشهم الحاجة ديت بالنسبة لهم يعني نادرة جدا لما بيشوفوها فانا عشان كده بنصح الشباب اللي جاية خليكم مع المدرسين بتاعتكم او في الجامعات بتاعتكم باسلوب كويس وحاولوا ان انتم مسلا في بعض الاوقات تجمع مسلا من كل واحد مسلا ايه ربع دولار وتجيبوا علبة شوكولاتة تجيبوا بكيوارد تجيبوا الكلام لكله ازا كان للمدرسين بتاعكم او للدكان او الكماندانا اللي مسكة السكنات الجامعية لو انت مسلا معاك غرفة مش عكبك مش عارف ايه وعاش تغيرها دي امور عادية خالص يعني بتقابل اي حد ساعات بيدخل غرفة بيبقى مثلا جاي عنده امكانية ان هو معتقد ان هو داخل في غرفة ولكن في ناس سعب بيعجبهاش الغرفة فبتحب ان يتغير الغرفة هنا انت بتكون مباشر مع الناس اللي مسكة السكن الجامعي ببوكيوارد او بواردة واحدة او بعلبة شوكولاتة وخليها علبة شوكولاتة افضل لانهما روس معشاقين للشوكولاتات هتجيبشو علبة شوكولاتة من فكس برايس عملت انا عليه قبل كده فيديو حتى لو ما بتتكلمش روسي هتقول لها مسلا بالمترجم او باي حاجة ان الغرفة اللي انا عايش فيها مش عاجباني وتدعي بيت الشوكولاتة ما بتسمح كويسة كده والله العظيم بتخلص كل حاجة في روسيا يعني انا عاوزكم تكون عندكم العزيمة عندكم القوة عندكم استعداد تام ان انتم هتتحملوا مسئولية سفر مسئولية حياة دي هتكون موجودة مع الطلاب بص اسماشا ان انت عندك 18 سنة ان انا هاجي هنا توني هتلهيني لا 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 انا عايزك اهم حاجة ان انتم تكونوا ملتزمين بالجامعات بتاعتكم وبالدراسة بتاعتكم انتم شرف لنفسيكم اولا وشرف الاهليكم وشرف لينا طبعا عندك هنا انت طبعا راجل ببناعة اهم ان انا هجيب لحم الحلال والاكل والشرب لا الكلام ده كله متوفر في روسيا ما فيوش اي دينا مشكلة وفي جميع مدن روسيا موجود اللانشون الحلال وموجود اللحم الحلال موجودة بتاريها كبيرة جدا في روسيا لان روسيا فيها نسبة مسلمين كبيرة جدا. كلمة انا بحبك للبنت الروسية ما بتتقالش بسهولة لان فعلا البنت الروسية لو خدت كلمة حب هتبقى حب بثقة كبيرة جدا انما لو خدت كلمة صداقة كلمة الصداقة عزيزة عند الشعب الروسي جدا على فكرة الشعب الروسي بيحب ان هو يبقى عنده اصدقاء ويبقى عنده صحاب ويخرجهم ويتكلمهم مش شعب اللي هو كاتوم ولا هو لأ هو ممكن مسلا لو زعلان منك في حاجة هتلاقي له هو يقولها لك لو مش عارف انت عملت حاجة وحشة هيقولها لك فدي مش معناها ان حاجة وحشة هما زي ما بنقول ايه الشعب دوت يعني انا فعلا ما شفتش منه حاجة وحشة عشان كده بتكلم عليه في كل الخير اه شفت ان هما تلقائيين في الكلام لو انت حتى ما بتتكلمش اللغة الروسية هتلاقي معاونة كبيرة جدا منهم انا ما بتكلمش مسلا ان في ناس قبلت مشاكل طبعا يعني هو ربنا خلق الاختلافات وخلق المشاكل وخلق كل حاجة ولكن في حاجات اللي هي موجودة في روسيا هي يعني غريبة بالنسبة لنا احنا شوية لان احنا متعودناش عليها بص اقول لكم حاجة طبيعة الشعب الروسي او طبيعة الست الروسية عموما مش خاينة يعني ان هي اتجوزت خلاص بقى بيكون اهم حاجة عندها بيتها واولادها وجوزها وشغلها يعني دي طبيعة الشعب الروسي هتلاقي عنده في بيوته الكل ده طفاقح الشعب الروسي بيعمل ايه بالحاجات دي كلها الحاجات دي كلها بطبوز وبتترمي لا بصهم الشجر اللي ورده كله بيطلع فواكه طفاح ومشمش وبرقوق والحاجات دي كلها بس الشعب الروسي بيكونها وبيعمل منها عصير ازاي عم في حاجة عندهم اسمها الزيبني الزيجاطوفكي اللي هم بيعملها دوت اللي هو الطباخات او الحاجات اللي هم بتبقى تحديدا عندهم طول فترة الشتب ازاي ازاي كامل عصير ازاي كامل مربع ازاي كامل اكل شرب بطاطس تماطم خيار بيكون عندهم الحاجات دي كلها دي طبعا الحاجات الواعي دي كلها هتتلم عداته تقليد غريبة عداته تقليد مختلفة عني انا بطرجة كبيرة جدا بالنسبة نظام الاكل لنظام الشرب بنظام الحياة عموما الحياة دي كلها هتتعلموها لان التعلم كويس يعني انت لما بتعرف ثقافة الشعب الروسي مش حاجة وحشة انا من وكهد نظري ان هي حاجة مفيدة جدا بتنفعك في حياتك فيما بعد على اقل لما بتطلع من بره مصر او بتطلع من بره الدولة العربية بتشوف حياة جديدة بتشوف اختلافات بتشوف الناس دي عايشة ازاي ناس دي ثقافتها عاملة ازاي انما لو ما طلعتش من دولتك هتشوف يعني هنعيش حياة مكتومة حياة تحس ان هي ميتة الناس هنا مش مش اللي هم اغنياء زي ما الناس متوقعة ولكن بيعرفوا يشتغلهم بيعرفوا يبنهم بيعرفوا يعملوا فلوس في طلاب كتير جدا ساعات بتقولك انا لو مسلا تخرجت من روسيا هعرف ان انا اشتغل في روسيا انا بأكدها لك ان انت فعلا هتقدر انت تشتغل في روسيا معظم الدكاترة اللي موجودين في روسيا مش روس فالناس دي برضو تخرجت من روسيا ولكن يتعلموا اللغة صح حولهم واكتهدهم انما السيستم مسلا ان انت تيجي تقول ان انا مسلا لو ما بيعرفش عن جه حدفع فلوس عشان يعدوني لو مش عارف ايه بدفع فلوس عشان في ناس كتير جدا مقتنعة ان في ناس بتقولهم انا هجيب لك فيزا وهتيجي روسيا علشان تشتغل ومش لازم ان انت تتحضر الجامعة دي من وجهة نظري غلط لان الجامعات لما بتشوف الشخص ما حضرش حرفيا بيفصلوه وده حرفيا حصل حاجات كتير جدا بس لاي يعلمها الى الله بلاش يعني ايه اللي سطر ربنا ما ينفعش ان احنا نفضحه يعني فنصيحة لو انت جاي تدرس يبقى اهم حاجة التزم عندك بالدراسة وبتقوية اللغة الروسية تعليم الروس عموما الكوة بتاعته قوية جدا لان روسيا بتحتل المركز السابع عالميا في التعليم ولكن النظام اللي بوص صمعت الدراسة في روسيا فقط عند الدول العربية هو نصب الطلاب على بعضيها او المشاكل بتاعت الطلاب او ان الطالب ما بيحدرش والجامعة بتفصله طبعا انت متوقع نفسك ان انت راجل في جامعة طبية او في جامعة هندسية ما بتحترش الجامعة بتاعتك فبالتالي هتقابل مشاكل لان الروسي عندهم مثلا يقولك ايه لو انت ما بتحترش الجامعة يبقى انت مثلا ما بتحترمش المدرس بتاعك او الدكتور بتاعك فده طبعا هيكون مسبب لك مشكلة كبيرة جدا في الدراسة بتاعتك او في الحياة اللي انت عايز تعملها او ايا داخل دولة جديدة داخل دولة كبيرة جدا والمجالات كلها مفتوحة فيها مجالات الهندسة مجالات الطب مجالات الكمبيوتر ساينس وعندك كل حاجة متوفرة في روسيا ما تجيش تقول لانا هفشل ما تجيش تقول لانا هنجح لا انت اسعى وكمل سيبك مكرارات هيجي واحد من وراك هيقعد يقول عليك كلام الدنيا كلها انا اكتر واحد يتقال علي كلام من ناس موجودة على اليوتيوب تطلع كل يوم تقول لك مش عارف ايه مش عارف ايه انا النهاردة شخصية مصرية عايش في روسيا ولكن الحمد لله نواقف في بيتي الخاص فيه 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 شخصيات كبيرة جدا نجحة فيه ناس بتوصل مش لازم انه كل الناس تطلع على اليوتيوب وتتكلم يعني انا فئة واحدة من الناس دي طلعت انها تتكلم ولكن الحمد لله انا كل اصدقائي اللي موجودين في روسيا ازا كان من الدول العربية من مصر من السعودية من الامارات من الجزائر من المغرب من تونس من جميع الدول العربية كلهم وكلهم على راسنا ودماغنا وحبابنا ولكن انا نعرف شخصيات كتيرة جدا نجحة شخصيات تعبت في حياتها مش زي انتو متوقعين ان انت هتيجي هنا ان الحياة سهلة لا الحياة هنا صعبة جدا لازم تكافئ نفسك فيها علشان تعرف توصل ان انت توصل لمرحلة زي اللي انا وصلت فيها يعني الحمد لله ومشاء الله ان انا وصلت لمرحلة بتاعها بجهد متوقع لو انت داخل هنا زي كان دراسة او اي حاجة ان انت معتقد ان كل حاجة سهلة ان انا هسيب الجامعة بتاعتي وروح اشتغل فدي بداية الفشل حاول ان انت تنظم وقتك المعظم الجامعات هنا بتنزل الجدول بتاع الدراسة جدول شهري فطبعا انت بيبقى معاك الجدول بتاع الشهر كله فانت بيبقى عندك علم بالمستوى التعليمي بتاعك هتكون ماشي زي الشهر كله فمن هنا انت بتبدأ تحدد لناسك هعرف ان انا اشتغل ولا لا هعرف ان انا وفر وقت ولا لا الصحبة انا بقولها لكم يعني وبقولها للاهالي سيبوا اولادكم يطلعهم سيبوا اولادكم يطلعوا يشوفوا الدنيا سيبوهم ان هما يتعرفوا على الروس وانا اللي بأكدها لكم اتعرفوا على الشباب وتعرفوا على البنات هنا البنات الروسيات مزاها من انت متوقعين ان هي بقت صديقة عندك ان هي هتعمل معا فعل فاحش ولا حاجة لا هما عندهم صداقة بمعنى كلمة صداقة انما انا شخص عايش مع عيلة روسية شغال مع روس حياته كلها مع روس حتى لما نزلت مصر نزلت بالباس بور الروسي فكونوا على حذر من كل الحاجات ديت ان انتو تبقى عارفين طبيعة الحياة واستحملهم مش كل حاجة ان انت تشتكي حاول تتعود الصبر 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 هتوصل والله اللي هيجي يقول لك في يوم مش هتوصل يبقى الشخص ده كداب اه هو ربنا بشر وقال لك اصبره وكل حاجة بتيجي بالصبر ولكن علشان توصل للحاجة اللي انت عاوزها لازم تتعب شوية ولازم تكتهد لان اللي بيجي ببلاش بيروح بلاش انما الشيء اللي بيجي بصعوبة صدقوني ان انتو هتقدروا ان انتو تحافظوا عليه كل التوفيلكم ان حد يستعجلكم على الكلام ده كله لا ما تستعجلوش معاكو وقت وان شاء الله انتو بخير دايما سلام عليكم واشوفكم في فيديو جديد